هل ستتسع الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة إلى جبهات أخرى؟ هذا السؤال اللي رح جاوب عليه بهذه الحلقة طبعا مع شرح لليش بدأت تتوسع أو لا أول شي بدنا نعز أهالي الشهداء بقطاع غزة باستشهاد ولادهم وهم حاليا يدفعوا تمن الحرب الغربية الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية على مجمل المنطقة الحرب اللي وضعها رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو سقف هو التغيير منطقة الشرق الأوسط هذا الشي قاله بوضوح والثانيا بدنا نبارك للمقاومة بغزة على الإنجاز التاريخي غير المسبوق اللي يتحقق بعملية طفان القدس هذا شي غير مسبوق حتى بحرب 73 ما بتشبه اللي صار هلأ يوم صحيح كان في دولتان كبار عم بيقاتلوا فاجا وإسرائيل بالحرب سوريا ومصر ولكن هذه العملية صارت على الأراضي الفلسطينية بأراضي 48 الأراضي اللي بتعتبرها إسرائيل هي أرضا النهائية التي لا يمكن التنازل عنها وصارت من منظمة مش من دولتان كبار كانوا مدعومين من دول أخرى كمان ما في الاتحاد السوفيتي هلأ في كتير عوامل بتخلي أن هذه العملية تكون غير أن هذه العملية تفاجأت مش بس منظومة الإنذار المبكرة عند إسرائيل ومنظومة التقييم والاستخبارات العسكرية أجهزة الاستخبارات كلها نحن ما عم نحكي عن أجهزة استخبارات تشبه اللي كانت بال73 هذه الأجهزة تطورت بشكل كتير كبير ورغم ذلك قدرت المقاومة في غزة أن تفاجأ هذه المفاجأة وتحقق هذا اللي صار بـ 7 تشعرين الأول أكتوبر 2023 هذا التاريخ اللي هو رح يكون تاريخ مفصلة بالصراع العربي الإسرائيلي من بعد هذه العملية إجا بن يمين نتنياهو تصل بالرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الفرنسي ماكرون بعدد رؤسة الدول الغربية وأخذ منه الضوء الأخضر لتنفيذ عملية كبرى هدف هذه العملية هو القضاء على المقاومة في قطاع غزة نطر يومان ليش لليوم لو صرنا عم نشوف هذا القرر الهائل من الهجمات على قطاع غزة لأنه يقول يومان اللي مرأوه كان فيه واقع ميداني كتير صعب فرقة غزة بجيش الاحتلال كانت خارج الخدمة مدمرة كل مواقعها الأمامية وحتى الخلفية إما مدمرة وإما متضررة بشكل كبير هذا الشي صار منشور أصلا بطل يعني سر نحكي عن كتائب إما وبيا تم نحوة بطلت موجودة فإما أسرة وإما قتلوا وإما جرحة وإما ما عندهم مكان يعني خلص أجهزة مراكز الاتصالات طبعهم اتدمرت مراكز التجمع طبعهم اتدمرت قادتهم مش موجودين فصار فيه كارثة بكل ما الكلمة من معنا من المنظور الجيش الاحتلال الإسرائيلي فأخذوا هاليومين حتى يعيدوا ترتيب الأوضاع وكمان أخذوا ضوء أخضر أمريكي إضافة بما يشبه التهديد الذي وجهه جو بايدن الرئيس الأمريكي لأعداء إسرائيل يعني لحلفاء المقاومة في غزة أنه ممنوع تتدخلوا بهذه الحرب وبعتوا رسائل الأمريكيين عبر عدة وسطاء لحزب الله ولإيران ولقوى أخرى بمحور المقاومة أنه ممنوع التدخل في هذه الحرب كمان دعم إضافة غربة تلقى نتنياهو أنه يروح يعمل المجزرة المدبحة اللي بده يعملها بقطاع غزة وتحقيق الهدف السياسي اللي هو القضاء على المقاومة بقطاع غزة بما يؤدي إلى تغيير الشرق الأوسط مثل ما قال نتنياهو بعد شوية رح قول كيف بده يتغير الشرق الأوسط إذا تحقق هذا الهدف وشو دور هذا الشيء بعملية فتح الجبهات الأخرى فالدعم الإضافة هو دعم عسكري سواء الدعم المالي اللي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية أو الإعلان عن إرسال حامل الطائرات إلى شرق المتوسط أو حتى عن رفع جهوزية لنقل ذخائر بشكل مباشر من دول مختلفة منها دول عربية مثل قطر عبر الأردن لجيش الاحتلال الإسرائيليين الأمريكان بلشوا من هلأ يجيبوا ذخائر لحتى يساعدوا جيش الاحتلال بعمليته بقطاع غزة فبهذا الوقت رتبوا أمورهم الإسرائيليين وبلشوا هجومهم ليش بن يمين نتنياهو قال أن هذه العملية الحرب بدت أدي إلى تغيير الشرق الأوسط ستؤدي إلى تغيير الشرق الأوسط لأن هذه العملية في حال حققت هدفها تعني أنه ركيزة محور المقاومة حجر الزاوية بالمقاومة بمشروع المقاومة بمشروع تحرير فلسطين بالمنطقة نقضى عليه حاليا حجر الزاوية هو المقاومة في قطاع غزة فالارتكاز هو المقاومة في قطاع غزة ثانيا هذا إذا حقق هدفه نتنياهو بيقدر بعد منه يطلع يقول أنه ما في حدا بيمثل الشعب الفلسطيني بما أنه هو رح يكون المنتصر بيقدر هو يحدد سيعته رح يطلع يقول ما في حدا بيمثل الشعب الفلسطيني إلا سلطة محمود عباس للتنسيق الأمنى وهذه السلطة ماشي حالي أنا وياها بدعمها بعطيها مصاري بتشتغل معي تنسيق أمنى فهذا هو مستقبل الشعب الفلسطيني ثلاثة هزيمة المقاومة في قطاع غزة تعني أنه يد الإسرائيليين ستكون مطلقة في المسجد الأقصى في القدس وفي الضفة الغربية يعني رح يسيطروا على المسجد الأقصى على الأقل يعملوا له تقصيم مكاني وزماني أو يسيطروا عليه بالمطلق ثلاثة رح يقدروا ينفذوا خطتهم اللي أعلنوا عنها بالقدس لتهويد القدس في خطة معلنة أقرد بمجلس الوزراء الإسرائيلي خطة لخمس سنين كلفتها مليارات الدولارات لحتى يقدروا يثبتوا سيطرتهم على مدينة القدس وفي مشروع معلن من قبل قوى أحزاب مشاركة بالحكومة الإسرائيلية وحتى من قبل رئيس الحكومي نفسه يلي قال أنه يجب اجتساث فكرة الدولة الفلسطينية قاله من فترة واني عنده مشروع واضح المعالم لتهجير سكان الضفة يعني وزير المالية اللي هو سموت ريتش يعلن أنه هو عنده خطة معلنة لتهجير سكان الضفة الغربية والحكومة الإسرائيلية كلها متبنية سياسة تعزيز الاستيطان بشكل خيالي أرقام قياسية تسجلت هذه السنة مؤرنة بالسنوات الماضية مؤرنة من 93 لليوم هذه أكتر سنة الأشهر الأولى من السنة تسجلت رقام قياسة وهذا الاستيطان شب يعني مش بس أنه عم يحطوا يجيبوا مستوطن إضافة يحطوه بالضفة الغربية لا كمان هذا بيعني سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية هذا بيعني شق المزيد من الطرق الالتفافية هذا يعني منع الفلسطينيين من التحرك بالضفة الغربية بحرية وهذا يعني العمل لأنه لما عم بيسيطروا على الأراضي من فترة الليلة قريت التقرير بيقول أنه حوالي 40% من أراضي الضفة الغربية صارت للمستوطنين لخدمة المستوطنين وجيش الاحتلال و60% هي لباقي الفلسطينيين اللي عايشين بالضفة اللي هن أهل الأرض وهذه النسبة بدت تزيد نسبة الأراضي التي تستعمل للمستوطنين وجيش الاحتلال هذا بيعني يوم بعد يوم بدوا يتهجر الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية ونحن قدام مشروع نكبة فلسطينية جديدة كانت عم تنعمل بطء هزيمة المقاومة في غزة في حال لا سمح الله حدثت هذا بتعني ترخيص الإسرائيل للقيام بالنكبة حاليا فورا بالقوة نكبة جديدة زائد هذا الأمر أنه التطبيع بما أنه العملية اللي صارت عملية طفان القدس طفان الأقصى وجهت ضرب كبير لمشروع التطبيع بالمنطقة وفي العالم بالعالم الإسلامي يعني مش بس بالعالم العربي بالعالم العربي والعالم الإسلامي في حال غزمة المقاومة في غزة فهذا يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح ستفرض التطبيع بشكل مرتاح كتير أكتر من ما هي مرتاحة بالموضوع هلا طيب هذا الأمر هون اللي عم بيقولون شو بيعنه عودي بيعنه أنه محور المقاومة لن يقبل بأنه هون مش عم بحكي أمنيات ومش عم بحكي إنحيازات عم بقرأ وقائع محور المقاومة لن يسمح بالاستفراد بالمقاومة في غزة يعني محور المقاومة لن يسمح بهزيمة المقاومة في غزة هذا خط أحمر عنده لن يقبل بأنه يصبح من دون حليف فلسطيني ما بتزبط ما بتزبط فبالتالي هذا بيعني أنه في جبهات ستفتح هون كمان مش عم بحكي معلومات عم بحكي قراءة سياسية بالمنطق لما الإسرائيلي والأمريكي والأوروبيين رايحين لتدمير المقاومة في غزة محور المقاومة سيضطر إلى فتح جبهات أخرى من أجل إجبار العدو على تغيير أهدافه بغزة يعني من تدمير المقاومة في غزة إلى أنه يعمل اللي عم يعمله هلأ أو لكون أوضح بالأمور باللحظة يلي المقاومة بغزة بتقول أنه أنا بحاجة لفتح جبهات بشكل كتير كبير رح تنفتح جبهات بشكل كتير كبير حتى قبل ما تقول المقاومة هيدا الشيء بلشت تتحرك الجبهات جبهة لبنانية تحركت سواء بمزارع شبعة أو اليوم العملية اللي قامت فيها حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل قدس على الحدود اللبنانية بالقطاع الغربة حدود اللبنانية الفلسطينية وفي ستة أو سبع إصابات إسرائيلية بالجنود الإسرائيليين في بينتهم اتنين واحدة حرجة واحدة خطيرة جدا فهلأ هيدا بعده بإيطار الضغط هيدا بعده عم ينقال للإسرائيل أنه ما تراهن أنه أنت بدك تكمل بقطاع غزة لتحقيق الهدف اللي قلته يلي هو تغيير الشرق الأوسط هو فعلا تغيير الشرق الأوسط في حال تغيير كل المنطقة في حال تحقق الهدف الإسرائيلي فعم بيقولوله إذا أنت مكمل ما تراهن أنه نحن رح نظلنا على الحياد لا نحن ما رح نقعد نتفرج لأنه هاي المرة مش نكبت صواريخ وما حدا تبناها لا نضربت مواقع بناها حزب الله بشكل واضح نعملت عملية بنتها سرايا القدس بشكل واضح فهذه الرسالة عم توجه للإسرائيلي ولكن في حال الإسرائيلي زاد التصعيد الذي سيؤدي إلى إبادة أو تهجير بقطاع غزة للسكان أو سيؤدي إلى تدمير المقاومة في غزة فهذا يعني أنه محور المقاومة سيلجأ إلى نوع مختلف من الضربات نوع مختلف من الضربات ليجبر الإسرائيلي أنه يغير أهدافه بقطاع غزة يخفض سقفه السياسي يخفض سقف توقعاته بما يضمن أنه المقاومة بغزة تكمل ظل قاررة توقف على إجريها ولو أدت هذه الضربات إلى حرب شاملة في المنطقة أنا ما عم أقول أنه المنطقة حتما رايحة على اشتعال وعلى حرب تحديدا من الساحة اللبنانية أو من سوريا أو من العراق أو من اليمن ما عم أقول هذا الشي حتمي رح يصير ولكن الحتمي اللي رح يصير اللي بلشنا نشوفه اللي هو أنه الجبهة لم تعد آمنة هذه واحد اثنان في حال كمل العدو بسياسته رح ترتقي الضربات وفي حال كمل احتمال نروح على حرب كتير كبيرة ما عم أقول حتمي عم أقول هذا احتمال كتير كبير الموضوع هون بييد الإسرائيلي بييد الأمريكاني هن اللي بيقدروا يخفضوا سقف أهدافهم السياسية والعسكرية بقطاع غزة وبيقدروا يضمنوا أنه ما تشتعلوا المنطقة بس إذا كملوا لأنه فعلا اللي عم يعملوه هو قد يكون أخطر مرحلة يعني الحرب اللي عم بيشنوها اليوم هي الأخطر على الصيحة الفلسطينية على الأقل منذو 93 لليوم على الأقل منذ ما بعد أوسطو لليوم نحن قدام إذا تحقق الانتصار الإسرائيلي فنحن قدام احتمال تصفية القضية الفلسطينية وفرض يشبه حرب تموز بتدعياته السياسية بل أكبر بكتير يعني مثل مكان حرب تموز 2006 هدفها القضاء على المقاومة في لبنان وتاليا فرض الشروط الإسرائيلية بفلسطين وبمناطب أخرى هلأ نفس الشيء تدمير المقاومة في غزة يعني السعي إلى فرض الشروط الإسرائيلية على كامل المنطقة وخوض معركة حاليا من الجبهات المختلفة من لبنان ومن غير لبنان قد ينقذنا من حرب تدميرية كبرى لا مثيلة لها مستقبلا لأن الإسرائيلية لما يخلص من المقاومة في غزة رح يصير وضعه أريح بكتير معنا معنا ومع سوريا ومع العراق ومع كل المنطقة فأنا ما عم هول ما عم خوف العالم ولكن المسار الحالي ينذر بحرب كبرى في المنطقة أو على الأقل بمواجهة عنيفة جدا وبمواجهة كبيرة لأيام المقبلة بتفرجي وجهة الأحداث وعلى أساسها منرجع ونحكي إن شاء الله